اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المسر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر أثبت فيها الشعب الفلسطيني وقدرة استثنائية على المقاومة رغم الخذلان ورغم كل المناصرة التي وجدها الصهاينة من القوة الداعمة له اليوم يأتي بلينكين الذي كان في اليوم التالي للعدوان يأتي الكيان ليؤدن أنه حاضر بصفته وزير صفته عوديا وليس بصفته وزير خارجية ليؤدن أن الرد الذي تقدمت به حماس يصلحه أساسا للحل ذاك تعبير عن حجم الإنجاز الذي استطاعت المقاومة والتنجز خلال أربعة أشهر سيدنا أستيب الليلة معنا هنا في الستوديو الدكتور باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في قطاع غزة الموجود في زيارة لمورتانية منذ يومين مرحبا دكتور باسم أهلا وسهلا بكم كمورتانية أعيكم الله دكتور باسم نحن الليلة في أربعة أشهر على الحدث الأعظم في تاريخ الأمة المعاصرة السابق من أكتوبر سنأود إلى هذا الحدث سياقه وتطوراته ومآلاته لكن لو بدأنا في آخر شيء في الأخبار قدمت حركة حماس أمس ردا على ما أعرف في مقترح باريس وتتفاعل الآن المواقف حول هذا الرد كيف هو الرد الذي قدمت ما هي خلفيته وما هي الرؤية الحكمة له بسم الله الرحمن الرحيم بداية أن أعبر عن سعادة الغامرة بأن أكون بينكم هنا في أرض مورتانيا الشقيقة في نواكشوت بلد الشعراء والأدباء ولكم اشتقنا أن نكون في هذا البلد يوما ما والحمد لله جاءت وأخيرا في سياق هذه المعركة المجيدة معركة طوفان الأقصى لنزور بلدا جميلا وشعبا طيبا والحقيقة وجدنا أن فلسطين هي ليست قضية تضامن وأنما هي قضية شأن وطن مورتاني أصيل وفهم عميق كذلك لطبيعة الصراع في كل مستوياته ومكوناته كنت أشعر أو أخشى أن تكون الناس بعيدين هذه المسافة الجغرافية الهائلة فيكونوا بعيدين عن التفاصيل تضامن عام تفاجأت من أن الناس تفهم تفاصيل الصراع حتى في شأننا الفلسطيني الداخلي وهذا الحقيقة يطمئن على أن أمتنا رغم ما يبدو وخاصة قبل 7 أكتوبر من حالة اليأس والقنوط وأنها تخلت عن فلسطين وأن فلسطين أعمق بكثير من يستطيع عن أي كان أن يقتلحها من قلوب وعقول وأفئدة المسلمين والعرب في المقدم منهم السياق الورقة التي قدمتها الحركة مؤخرا يأتي في أن رئيس الوزراء الصهيوني أو مجلس الحرب الصهيوني منذ أسابيع وهم يرسلون الوسطى للحركة من أجل أن نصل إلى وقف اطلاق النار وإنهاء هذه الحرب طبعا هذه الرسالة التي كانت تصل تعكس الحاح العدو الصهيوني في أنه يريد أن يصل على اعتبار أنه فشل ميدانيا في تحقيق أي من أهدافه ضغط داخلي هائل يكاد يعصف بهذا الكيان ويمكن أن يقود إلى حرب أهلية وشاهدنا بعض المشاهد أن وكان وضع ثلاث أهداف للأدوان فشل على المستوى الميداني سواء في تحطيم المقاومة أو في تهجير السكان أو في استخلاص أو في استرجاع الأسرى الصهيين لدى المقاومة أحياء بالقوة رغم كل ما استخدمه من ناره ودماره من اليوم الأول قال حماس ومقاومة المقاومة قصة سبعين ثلاثة وتنتهي وتصبح من الماضي اليوم بعد 120 يوم أو يزيد 124 يوم المقاومة لازالت تضرب وبقوة في هذا العدو وكل يوم ترسل المقاومة الجنود إلى العدو إلى الكيان بين قتيل وجريح والدبابات تدمر إلى متكلم أنه على أكثر من ألف ومائة مركبة ما بين دبابة ومضرعة ومجنزرة تم تدميره وهذه أرقام كبيرة جدا بالنسبة لحجم المقاومة وفارق القوة ولازالت المقاومة تعمل قيادتها بخير تسليحها بخير السيطرة والتحكم والإدارة الشيء الثاني تهجير السكان ويعني رغم ما أسقط عليهم من حمام جهنم أكثر من 70 إلى 80 ألف طن من المتفجرات سقطت على قطاع غزة ما يوازي 6-7 قنابل نوية ولكن السكان لم يتخلوا عن تمسك بأرضهم ووطنهم وهذا الأمر يعني ناس تسأل كيف هذا الأمر ليس له علاقة بموقف سياسي يعني أنه هذا جاي نتيجة التعليمات السياسية أو القرارة لا هذا أمر متجذر في قلوب الشعب الفلسطيني أولا عندهم تجربة اللجوء 75 عاما نحن نعود لبعض الأشياء فهذا الفشل أدى به فالحركة تعاملت بإيجابية مع كل المقترحات باعتبار أنه إحنا أيضا نريد أن نوقف هذه الحرب لأنه إحنا كل يوم الصباح في عندنا مجزرة كل يوم الصباح بنقرأ على شاشة مثلا الجزيرة 170 شهيد 200 شهيد مأساة إنسانية كبيرة فقمنا بالرد لكن يجب في يعني كان ردنا يرتكز إلى أنه يجب أن تتحقق ثلاثة أهداف الهدف الأول وقف اطلاق النار الشامل والمعلن وبضمنات دولية رفع الحصار فتح المعابر وإدخال كل الاحتياجات والمساعدات لغاثة وإيواء الناس وبدأ عملية الأمار وثلاثة أن ندخل في صفقة تبادل هذه الصفقة تؤدي في النهاية بين مزدوجين تبيض السجون يعني أنت رفعتوا ثلاثة في مقابل ثلاثة نعم الصهارين رفعوا ثلاثة هداف وإنتوا طاحتوا ثلاثة شروط ثلاثة في مقابل ثلاثة رفعتهم طبعا الآن فهمنا أنه العدو الصهيوني يعني في البداية قال أن هذه الشروط إذا ذهبنا إليها يعني إعلان للإسلام يعني بعد هزيمة 7 أكتوبر تأتي هزيمة أخرى أننا نستسلم يعني اليوم سنعلن وقف اطلاق النار والطرف الثاني هو حماس يعني حماس باقية وتقاتل الشعب الفلسطيني قائم وبالتالي هو يقول هذه هزيمة مدوية قد تؤدي أن تعصف بالكيان لكن إحنا قناعتنا وتجربتنا الطويلة مع هذا العدو أنه في النهاية سيرضخ إلى شروط المقاومة ولسيما أنه على مدار هذه الأربع شهور وفي ظل أداءه الفاشل ميدانيا والسياسي أصبح عبئا حتى على حلفائه وأصبح صورة السياسية والإنسانية مشوهة بشكل كبير يعني تحطمت هذه الصورة التي بناها لنفسه ولذلك نحن نتوقع أنه خلال أيام بأخصى حد منك أسبوع إلى أسبوعين نصل إلى وقفة لقناة ونجد نفسه لأول مرة على منصة المسائلة الدولية خلال محكمة العدد الدولية والقاضية التي ترى بعد هذه المفاكة طبعا نحن نعتبر هذا أحد أهم إنجازات هذه المعركة أن لأول مرة على مدار 75 عام يقف العدو على منصة الاتهام بجريمة الإبادة الجماعية وهي أعظم جريمة يمكن أن يتهم بها كيان وخاصة أن هذا الكيان يستند فيه شرعية وجوده إلى جريمة إبادة جماعية المتعلقة بالمحرق وبالتالي أن يصبح هذا الكيان الذي يدعي أنه ضحية محرقة أو ضحية جريمة إبادة جماعية أنه يرتكم جريمة إبادة جماعية بحق شعب وطبعا المرة هذه على الهواء مباشرة وبكل فخر واعتزاز رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزراء، الضباط الجيش، الجنود الصحفيين الإعلاميين كلهم يتحدث ويضربوا عن قوس واحدة بأنهم مع قتل الفلسطينيين مع إبادة الفلسطينيين مع تحويل غزة إلى موقف سيارات قبل ثلاث أيام عقد المؤتمر لبحث عودة الاستيطان في قطاع غزة وبتالي تتكلم عن وضع دولي هو العدو الصهيوني في الأصل وجوده على الأرض يستند إلى ركزتين الأولى داخلية اقتصاد وقوة عسكرية وقوة أمنية والثانية المدد الدولي والغطاء الدولي الغطاء الدولي مستند لأن هذا الكائن يمثل قاعدة متقدمة للغرب يمثل قيم الغرب الحرية والديمقراطية وحق الإنسان وأنه الدولة الديمقراطية الوحيدة ضمن غابة الدكتاتوريات التي تحيط به وهو أيضا يمثل امتداد حضاري وثقافي لهذا الغرب هذا المدد الغربي بالتأكيد بعد 7 أكتوبر لن يكون كما كان قبل 7 أكتوبر كان منصة الاتهام أيضا جاءت من جنوب أفريقا برمزيتها على مستوى العالم في أنها دولة عاشت ميزا عنصريا وقدمت تجربة نضالية ضد الأنصري هذا أعطاها مصداقية إضافية لم تأتي من دائرة بيقوسين قريبة هذا أعطاها رمزية إضافية لخضية هو طبعا مؤسف أن يكون 22 دولة عربية و57 دولة عربية وأسلامية لم تتحرك لتأخذ هذه الخطوة التي هي خطوة سلمية في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تأتي هذه الخطوة من جنوب أفريقيا في ظل وجود 57 دولة هذا أمر مؤسف ولكن في المقابل هو أيضا أمر يعبر عن أن هذه القارة عموما وجنوب أفريقيا على وجه الخصوص بما تمتلك من مكنون هائل ضد فكرة الاستعمار والعنصرية وهي تعكس أننا أمام حال التحول كبيرة ونحن نعتقد أن القارة الأفريقية هي الامتداد الطبيعي لقضية فلسطين العادل يعني أقرب القارات إلى قضيتنا هي القارة الأفريقية وطبعا جنوب أفريقيا تحاول في هذا المشهد الدولي المتحول من الأحدية القطبية إلى التعددية القطبية أو إلى تعدد الفعالين أن تبحث لها عن موقع قيادي متقدم سواء من مجموعات زيل بريكس أو خطوات متقدمة مثل هذه الخطوة وبتأكيد اليوم كل الأفارقة فخورين بأن دولة مثل دولة جنوب أفريقيا تتقدم العالم كله وتأخذ منها العالم كله نحو هذه الخطوة التي تضع إسرائيل في زاوية الاتهام بالإبادة الجمعية دكتور باسم ذكرتم أنه في الأسابق الأخيرة كانت تصلكم رسائل الحاح من الكيان أنه يريد أن يجد طريقة ينزل عن الشجرة لكن الخطاب الذي يقدمه قادة هذا الكيان رئيس حكومة الحرب أعضاء حكومة الحرب هو خطاب مختلف يجددون أنه خلاص أنهم ماضين في القتل وماضين في الانتهاء من حماس ومن المقاومة ورئيس أسراء الكيان له حديث متجدد حتى هذا المساء هذه الفجوة بين الرسائل التي تصلكم وما يصل إلى الإعلام كيف تقرؤونها؟ أول شيء أنا أعتقد الميدان اليوم مكشوف أمام العالم نحن نقدم روايتنا مدعومة بالفيديوهات والصور والأعداد والأرقام الحمد لله رب العالمين حتى سواء في الجانب العسكري أو في الجانب الإنساني كنا دائما نتمتع بمصداقية عالية جدا ولم يأتي مرة واحد أحد أثبت أنه قدمنا رواية خاطئة حتى أذكر مرة نوراتنا جو بايدن ادعى أن الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة حول الشهداء وكان في ذلك الوقت العدد سبعة ألاف عدد غير دقيق غير صحيحة فقدمت وزارة الصحة قائمة بسبعة ألاف شهيد ونفس الشيء في المجال العسكري اليوم كل يوم نرى هذه المشاهد المصورة في المقابل لا نرى حتى هذه اللحظة مشهد واحد مصور من العدو يعكس حجم الإنجازات الذي يتحدث عنها ولذلك هذه الفجوة نقراها لأنها فجوة تأتي في إطار الاستهلاك الداخلي المحلي في إطار الصراعات البينية والمزاودات على بعضهم البعض من الذي يتنازل قبل من لكن نحن من قراءتنا الداخلية لهذا المشهد وأيضا مما يصلنا من إلحاح ندرك بأن العدو مأزوم ويريد أن يخرج من هذه المعركة بأقل الخسائر وهو الذي يعني لا يعني هو ما يقوله عن المعركة هو فقط كما قلت للسلاك المحلي وعلى ذكر الفجوات بدأت تتسع في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة الفجوة بين خطاب أمريكي وحاول أن يتملص من التماهي بل حتى قيادة المعركة في الأسابيع الأولى وموقف الصهيوني نفس تصريح بلينكين الذي ذكرت أنا في مقدمة البرنامج والذي بدأ يقول أن الورقة تصلح أساسا للتفاوض بل حتى بعض السايل الألم ذكرت أنه قال كلمة أغضبت مجلس الحرب الصهيوني قال أنا سأظل أسأل نفسي حتى الموت حتى تموته يقول عن أطفال غزة عن قتل أطفال في غزة يعني الموقف التحول أولا الفجوة الحقيقية بين الموقف الصهيوني والموقف الأمريكي ولكنها فجوة في إطار معركة داخلية بين الكيان والإدارة الأمريكية وليس بينهما وبيننا يعني بمعنى ليست لها أسبابها الأخلاقية لا بمعنى أنه ليس يعني هذا الذي يقول عن أطفال غزة هو يعني كذاب أشر لأنه هو الذي مد الكيان على مدار أربع شهور بكل السلاح الذي قتل أطفال غزة يا سيدي ممكن في المرة الأولى في ضربة المعمدان نكون ما كانش عندهم معلومة ما عرفوش لكن نتكلم عن أربع شهور متواصلة من القتل اليومي على مدار الساعة أطفال في مستشفيات وفي مدارس كانوا فردنا ليس فقط المدد الأسكري هو فردنا عن التغطية السياسية نعم هذا يبدأ أقول أنه مده بالمال ومده بالعسكر استعمل حق النقد الفيتو أربع مرات لحمايته كان المجتمع الدولي كله 153 دولة تصوت للصالح وقف اطلاق النار وهم منعوا أحالوا حتى يعني عندما أخذت المحكمة العادية الدولية القرارات التي يجب أن تلتزم بها إسرائيل ذهبت الجزائر وأخذت هذه القرارات إلى مجلس الأمن من أجل أن يصدق قرارا عن مجلس الأمن يلزم إسرائيل بما أخذته المحكمة القرارات الذي يعطل الحراك في مجلس الأمن هو لا يتمنى اليوم نحن تكلم عن اليوم مش عن الأمس ولا عن قبل شهر الذي يعطل هذا الحراك أن يصدر عن مجلس الأمن قرار يلتزم بقرارات محكمة العادل الدولية التي رئيستها أمريكية وأعضاؤها هم أعضاء الدول التي تحاربنا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبالتالي لا هذه وصوتت ما يشبه الإجماع نعم هو الخمستاشر قاضي صوتوا مع بعض الذين خرجوا على الإجماع هم القضاء الإضافيين أو القاضية الأغندية على كل أحوال أنا اللي بدأقوله أنه هذا لهذه الفجوة هي لا تعكس هي خلاف داخلي على إدارة المعرك بمعنى أن هناك طرف في داخل الكيان ويسانده الأمريكان أو العكس هناك موقف أو قراءة للأمريكان في ظل ثبات المقاومة في ظل صمود شعبنا وعدم قدرة هذا الكيان على تحقيق أي شيء أربع شهور من الإمداد المالي والعسكري والسياسي والأخير لم يحقق أي شيء لم ينجز أي شيء فأعادوا قراءة المشهد طبعا نحط في اعتبارنا أن هناك ضغطات في أمريكية الداخلية في ظل عام الانتخابات الشعب يريد وقف هذه الحرب اليوم حتى هذه اللحظة جو بايدن لم يتمكن من أن يعقد مهرجانا انتخابيا واحدا ويكمله حتى النهاية بسبب التظاهرات التي تحدث ولذلك هم أعادوا قراءة المشهد بأنه خلينا اليوم نوقف الحرب ونأخذ الأسرة ثم نعمل لاحقا على إنجاز ما لم نحققه لأنه اليوم مش قدرين نحقق شيء وهنا يطرح السؤال لكن الطرف الثاني الإسرائيلي طرف متطرف فاشي عنصري لا شايف أمريكا ولا شايف قانون دولي ولا شايف أوروبا هو شايف أنه عنده أهداف قتل وتدمير وعلى خير والاستمرار في المعركة وهو اليمين والمين المضطرف ولذلك هذه الفجوة هي فجوة تكتيكية وليش تعلق بالاعتبارات الداخلية والاعتبارات الانتخابية عند الطرفين عند الطرفين لكن ذلك معطى أشرتم له نصهاينا في تقديرهم أنه يستأخذ ذلات أربعة أشهر يستأيدوا فيها عند حماس من أسراهم وبعدها يواصلوا للمجازر لا تخشون أنكم في هذه الحالة ربما تكونوا تقديراتكم كانوا فيها بعض الاستعجال لا أعتقد أن أستجال أولا نحن نتكلم عن أربع شهور الحركة أو المقامة انتصرت في سبع أكتوبر ثم عززت هذا الانتصار بانتصارات جديدة في الميدان على مدار أربع شهور وأضافت إلى هذا الانتصار إنجازات على المستوى الدولي والقانوني والألامي وإحياء هذه القضية من جديد في الأمة تعطيل مساب مسيرة التطبيع ولو لأجل لا فيه إنجازات كبيرة تحققت الآن موضوع الضمانات أنا بقول لك حتى لو وقعنا على اتفاق وكانت هناك ضمانات دولية هذا العدو لا يؤتمن جانبه وفي أي فرصة يمكن أن يعود ليضرب سيضرب لكن كمان إحنا في عندنا موضوع آخر هذا العدو اعتمد قبل عدة سنوات خطة الحسم وخطة الحسم متعلقة بالأساس في الضفة الغربية وليس فقط في غزة أو ليس في غزة يعني إن هناك يجب حسم الضفة الغربية ضمها بالكامل طرد السكان تهويد القدس سيطر على المسجد الأقصى وهدم المسجد والملأ الهيكل ولذلك أصلا إحنا نتوقع أنه إذا توقفت هذه المعركة في غزة اليوم حتى لو لم يعود إلى غزة سينتقل في معركة جديدة مع الضفة الغربية ستكون هناك معركة شرسة ومؤداموية في الضفة الغربية من أجل تهويد القدس بالكامل سيطر على المسجد الأقصى إفراغ أكبر عدد ممكن من السكان ولو مهما كلف إذن فكرة التهجير ليست فكرة مطروحة على غزة فقط إلى مصر وإنما التهجير أيضا فكرة مطروحة من الضفة الغربية أولا هي فكرة تهجير فكرة قديمة ترانسفير تأسيسية من نسبة وهي فكرة قديمة جزء من عقيدة صهيونية في إطار هذا الصراع وهي مطروحة من السبعينات وتجددت أكثر من مرة ولكن اليوم وجدوا في ما حدث في 7 أكتوبر والغطاء الدولي لقدوا فرصة لتجديد طرح هذا القضية ولذلك سواء في غزة أو في الضفة الغربية القدس سيستمروا في هذا العمل طبعا هم في الضفة الغربية وخاصة في القدس هم كانوا شغالين في موضوع الترانسفير بس مش ترانسفير جماعي كبير بالقطع وبالواحد يعني كنا الناس تستحضر قصص الشيخ جراح وغيرها كانوا يأتوا على كل بيت يضعوا رحالهم في البيت ويأتروا للسكان وهكذا يعني فهو ترانسفير شغال اليوم هم بيحرقوا الأجار بيهلكوا المزارع بيحرقوا الناس في بيوتها الهدف هو إيش هو الترحيل لكن احنا نتوقع أن تكونوا خطوات أكبر بشكل جماعي لأنه هم أيضا إلى جانب المعركة السياسية والجغرافية الأخيرة هناك معركة ديموغرافية اليوم بين البحر والنهر في سبع مليون صيوني وسبع مليون فلسطيني يعني فيه تعادل اليوم أو حتى الفلسطيني زادوا شوية من أشهر وهناك سبع مليون فلسطيني آخرين ينتظرون حول الحدود بدون يرجعوا وبالتالي هو يشهر بخطر وجود فلسطيني بشري يعني هو اليوم إذا ذهب إلى حل الدولتين مشكلة لأنه يعطينا الضفة الغربية إذا حل الدولة الواحدة لكل مواطنيها ستكون مشكلة كبيرة جدا استراتيجية مع ذلك خلال سنوات سيكون الفلسطينيين هم الذين سيقودون الدولة وإذا ذهب لحل الدولة الواحدة الحالية التي قائمة حاليا هي دولة عنصرية واللي هذا أسس في الدستور بتعديلها الدستورية من السنوات أنها دولة اليهود ودولة يهودية تمام لكن هذه الحالة اللي هي الدولة الواحدة العنصرية أيضا غير قابلة على استمرار المجتمع الدولي والناس لن يقبلوا باستمرار هذه الحالة أنه شعب يعيش يضطهد سبع مليون يضطهد سبع مليون آخرين بالقوة إلى الأبد وبالتالي المنضوع سيبقى عنوان للتفجير في كل مرة ولذلك لا نحن نتوقع أن تكون هناك يعني معركة شرسة قادمة في الضفة الغربية هو الآن أردي يعني على كل أحوال في ظل معركة طوفان الأخصى هو يستبيح الضفة الغربية وكل يوم هناك اعتداد قبل سبع أكتوبر كان في عنده خمس ألاف ومثين أسير اليوم يعني أسر بعض الضف بعد طوفان الأخصى ستة لاف وخمس أسير ولذلك لا المعركة القادمة قادمة الجولة الثانية قادمة قد تكون بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات لأنه إحنا كشعب فلسطين لن نقبل باستمرار هذا الاحتلال وهو أيضا لن يقبل بالاستسلام بسهولة وبالتالي هي معركة صفرية أفهم دكتور باسم أن الجو السائد الآن وهذا الذي نفهم في الإعلام أنه نتجه إلى اتفاق بشكل من الأشكال لكن ماذا لو نكذ هؤلاء الصهاينة وتاريخهم في ذلك تاريخهم القديم المتجدد هل لدى المقاومة الاستعداد لكي تستمر في هذه المعركة رغم كل هذا الثمن الإنساني الباهر الذي تم دفعه نتحدى عن عشرات ألف الشهداء نتحدى عن قطاع غزة وقريبا تم تدمره بشكل كامل هو يعني أولا احنا دفعنا ثمن إنساني كبير غير مسبوق وكما قلت على الهواء مباشرة لكن احنا كفلسطينيين لو درسنا تاريخ كل الشعوب التي نالت حريتها واستقلالها لم يكن هناك طريق آخر في فيتنام في الجزائر في جنوب أفريقيا في كل الدول التي هذا المستعمر طبيعته متوحش ودموي وبالتالي لن يأتي هيك في الصباح ويقول أنا متأسف أزعجتكم عشرين سنة تلاتين سنة ونهيني مروح هو ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة وبالتالي هناك ثمن يجب أن يدفع لكن هذا الثمن احنا أصلا كنا ندفعه بس ندفعه بالتقصيد احنا من سنة الألفين إلى الفين وثلاثة وعشرين قتل أكثر من عشرين ألف فلسطيني على الحواجز وفي المدن وفي الاجتياحات في غزة والضفة والقدس حرق البيوت السيطرة على المزارع تسميم الآبار انت بتدفعه بتدفعه كل يوم بس بدل ما تدفعه مرة واحدة تدفعه بالتقصيد الشيء الثالث طبعا في النهاية يعني كما قلت احنا اليوم اذا وقعنا هذا الاتفاق لن يعني احنا نعتبر هذه الجولة هذه المعركة هي جولة في إطار صراع طويل الأصل أن نبني على ما أنجزنا أنجزنا على المستوى العسكري والسياسي والقانوني والإعلامي والآخرين أن نبني عليه تحضيرا للجولة القادمة وهنا سأقفكم عندما أنجزتم أنجزت المقاومة يعني بالشيء من الموضوعية بعد أربعة أشهر تعتقدون أن المقاومة فعلا قد يعني راكمت مكتسبات ومجازات محددة يمكن أن نسميها هكذا بالمعنى الاستراتيجي بالتأكيد أولا احنا ماشينا في مسار ثلاثين عاما مسار التفاوض والسلام وحل الدولة يونتوقي الأسل لم يجلب لنا هذا المسار إلا الدمار في الضفة الغربي كان في أقل من ثمانين ألف مستوطن اليوم نتكلم عن مليون مستوطن هذا قبل أسلو قبل أسلو كان في ثمانين ألف يعني ثمانين ألف تقريبا والمناطق المسيطرة عليها محدودة اليوم الاحتلال يسيطر على خمس ستين في المئة سيطرة كاملة مدن كاملة يعني هذا الذي يسميه حينها سلام الشجعان أوصل الآن إلى تمام تهويد القدس شغال على قدم وساق معظم أجزاء القدس الشرقية تم السيطرة عليه تهويد المسجد المسجد قبل ألفين طبعا قبل تلاتة سعين لم يكن يدخله صهيوني واحد اليوم قبل سبع أكتوبر في هذا العام فقط تلاتة عشرين دخلوا خمسة وخمسين ألف مستوطن متطرف أدوا فيه الصلوات التلمودية والسجود الملحمي وقارئوا في التلمود طبعا غزة انفصلت لا احنا نتحدث عن كوارث وفي الآخر لم نأخذ شيء فأولا احنا جربنا الخيار الآخر لكن الأهم احنا اليوم سبع أكتوبر لو سألني واحد في ستة أكتوبر في ظل هذه الحالة من اليأس العام في المنطقة هل ممكن هزيمة إسرائيل هل ممكن تحريف فلسطين يمكن لا ترددنا في الإجابة يعني ممكن لكن هذا أمل بعيد بعد سبع أكتوبر أصبح إمكانية هزيمة العدو كبيرة وإمكانية تحريف فلسطين ممكنة وممكنة جدا اثنين هذه الدولة كانت تقدم نفسها للجميع وخاصة في الإقليم أنها الدولة الكبيرة الجيش الذي لا يقهر والذي يستنجد به لحماية الدول والكينات من الأعداء المحتملين اليوم أنت أثبتت وبكل سهولة وبساطة أنه نمر من ورق وأن هذا الجيش انهار في ساعات بسيطة أمام عدد محدود من المجاهدين 1200 مجاهد رغم أن هذه الفرقة فرقة غزة تعتبر من أقوى الفرق في الجيش الإسرائيلي إسرائيل كانت تقدم نفسها على أنها المكان الأكثر أمنا لأي يهودي حول العالم يعني اليهودي الذي يجد نفسه في أي مكان ملاحق مطارد إلى خيره يمكن أن يأتي إلى فلسطين المحتلة إلى إسرائيل ويأخذ الجنسية ويأخذ الإقامة ويأخذ السكن ويعيش آمن ومستقر اليوم تحولت إسرائيل إلى الخطر الأكبر على حياة اليهود داخل إسرائيل وخارج إسرائيل وتحولت على عبع على حلفائه وأرقام الهجرة السرية نعم المعاكسة أقصد الهجرة المعاكسة هذه أصبحت أرقام الشيء الثالث أنه أنت مش ضربة يعني 7 أكتوبر باقت وربنا وفّذك فيها وانتهت القصة لا أنت دخلت بعدها في معركة أربع شهور أربع شهور جاءت إسرائيل بقدها وقضيضها وأجل كل حلفاء إسرائيل الذين تحاربوا في الحرب العالمية الأولى والثانية المحور والحلفاء احتحالفوا على غز ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وحرب إبادة جماعية دولية واستطعت أن تثبت قدرات استثنائية على قيادة المعركة الميدانية وتثخن في العدو وتجعل وتجبر على التردد والتراجع إدارة إعلامية غير مسبوقة إدارة سياسية مميزة إدارة قانونية وبالتالي أنت لا سجلت حضور القضية الفلسطينية قبل 7 أكتوبر كادت أن تشطب من الأجندات إذا تذكر قبل سنتين زار جو بايدن فلسطين طبعا لم يأتي إلى رمالة التقى الرئيس أبو مازن في بيت لحم فأبو مازن يقول له يترجعه إذا في مجال بس نعمل حاجة هي كنحرك الملف السياسيا حوار مفاوضات قال له أنا خلاص ما في عندي إليك حل أنا لا أستطيع فعل شيء أنت ما بنفع إلا تنتظر عيسى أن ينزل من السماء عليه السلام يحلل لك مشكلتك يعني العالم نفض إيده من فلسطين والمنطقة كما تعلم اليوم تقارير تتحدث أنه البريطانيين يقولون أنه قد يفكرون في اعترف بالدولة الفلسطينية حتى الأمريكان قالوا والأمريكان قالوا الأمريكان قالوا نفكر في اعترف بدولة فلسطينية طبعا المنطقة كما تعلم كانت ذاهبة في مسار التطبيع والتحالف مع العدو وعادة رسم وهندسة المنطقة ناتو عرب جديد شرق أوس الجديد بهيث تصبح هذه القضية اللي اسمها القضية المركزية جزء من الماضي وتشطب وبالتالي أنت يعني عشان هذا التطبيع يحقق إنجازاته ستتحول إلى عبئ على المنطقة ستتحول إلى إرهابي ستلاحق ستطارد يعني أنت قبل 7 أكتوبر القضية الفلسطينية كانت ذهب للشطب اليوم انتحية 7 أكتوبر في كل العالم ليس العرب والإسلام الكرة الأرضية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من الشماء الجنوب تتكلم عن فلسطين وعن غزة وعن حريزة بالعكس أنا بأستمع للمسيرات التي تحدث في الدول الأوروبية أصلا هم لا يتحدثوا عن حل سياسي وحل الدولتين هم يهتفون فلسطين حرة من البحر إلى النهر وأنه واتلأ أنت على المستوى الاستراتيجي أعتقد قدمت كثير جدا رغم الثمن الباهب لكن هذا هو يعني لا خيار آخر وهنا سنعود إلى المعاناة وأنتم ابن فلسطين كله وابن غزة وكان عندكم ملف الصحة في حدى الوزارات وملف الشباب والرياضة في وزارة أخرى هذا الإصرار الصهيوني على استهداف الجانب الصحي في كطهي غزة ما سرلها للحقد على المستشفيات وعلى تواقم الطبية وعلى استهدافها هو يعني كان أحد أهداف هذه المعركة هو تهجير السكان عشان تهجر السكان وتجبرهم على الرحيل انت بتحتاج إلى عنصرين الخوف الرهيب من خلال إسقاط هذه الحمم وهذه الأطنان من المتفجرات التي أحدثت تتذكر في الأيام الأولى للمعركة كل يوم سبعمائة شهيد تمامائة شهيد ألف شهيد واثنين أن تدمر كل مقاومات الحياة ألا تبقي سببا للحياة في المكان دمروا المدارس والجماعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والطرقات وأبار المياه بحيث أن المواطن الموجود في المكان لا يجد سببا للبقاء لا يجد إمكانية للبقاء وسيغادر هم طبعا وجدوا أنه الناس لم تغادر أو الجزء الأكبر لم يغادر وتوقعوا أنه في لحظة من لحظة قد يضطروا إلى وقف اطلاق النار ويعود الناس إلى بيوتهم ولذلك هم كمان استمروا في نفس العمل حتى لو عاد الناس إلى بيوتهم أنت كمقاومة وكصاحب مشروع ستجد نفسك أمام تحدي كبير جدا أنه في عندك 2 مليون و300 ألف إنسان عادوا إلى بيوتهم بيوتهم مدمرة المدارس مدمرة الجماعات مدمرة فيش مستشفيات فيش جامعات فيش شيء وبالتالي ستكون أمام تحدي كبير وهذا السؤال بس هنا في نقطة كنت بقرأ أنا في استراتيجيات العمل العسكري وأنا لست خبير عسكريا أنه سؤالك كان محدد بالذات في المستشفيات وهم بيقول الخبراء العسكريين أن ضرب المستشفيات عادة يحقق هدفين فيما يخص المستشفيات طبعا الأشياء الأخرى لها أهداف ضرب المساجد أنه المواطن العادي لما يرى أو يسمع أنه العدو استهدف مستشفى إذا كان عامل بالمستشفى هيك إيش حيامل فيه نحن وبالتالي يعني يشعر أنه معناتها فيش عنده خطوط حمر أي مدام من باب أن تكون الصدمة والرعب هائل يعني أنت تقول لأحد آخر شيء ممكن تفكر أنه يعتدي على مستشفى واثنين ثبت أن العسكري أو المقاتل إذا ضربت المستشفى وشعر أنه لا يوجد في ظهره خدمة صحية تحميه بتهز من ثباته وصلابته لأنه هو بيشعر أنه لو أنا أصبت أو قطعة قدمي أو بوترة رجلي على خيره لن أجد مكان للعلاج وبالتالي ستضعف ولكن ظهر أنه لا يوجد فيش فايدة ويا قوسين منسبة للصهاية أنه ظهر فيه فيه مقاومين يركضون إلى المقاومة بلباس رياضي ويعني يؤدون خلينا نقول مشاهد التزاز ومشاهد احتفال وهم يتقدمون إلى الشهادة هو أول شيء لأنه يعني هذا أنا ذكرته في أكثر من لقاء طبعا إضافة لأنه شعبنا الفلسطيني يعني على مدار مائة عام وهو من ثورة إلى ثورة ومن جهاد إلى جهاد من بعد وعد بالفور أول ثورة عام 29 ثم ثورة 36 وهكذا يعني فشعبنا الفلسطيني مشبع بقيم الثورة والتمرد على الظلم والأمر يعني الناس ترضعوا مع الحليب تتربى على هذه القيم قيم الرجولة والإباء هذا الحديث لا يمر للدكتورة لكن نقطة أخرى بس صغيرة أنا أعتقد أن المقاومة عملت على مدار عقدين من الزمن في أن تغرس في المجتمع كل القيم التي تمكنها من الصمود والثبات والصبر على هذا الظلم الكبير أو هذا العدوان الكبير ما غسرت المقاومة لا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك لكن هناك سؤال ممض وصعب عن الأمة دعنا لا نتحدث عن الأربعة الشهر التي مضت لأن على كل حال في هذا برنامج تحدثنا عن ذلك وأكثر من التحدث حكى بوضوح عن ما حصل من تقصير رؤيتكم مشروعكم لتضميد هذه الجراح بالنسبة لحركة حماس والنسبة للمقاومة كيف هي؟ ما الذي توقعون من الأمة أن تقوموا به حتى أن يكون على الأقل فاتها أو فات عديدين منها حتى لا أضرب الكل أن تشارك في المعركة في هذه المراحل الماضية معركة الإعمار معركة إعادة البناء تضميد الجراح تصوركم الحل يعني هو بالتأكيد يعني فيه عتب في خيبة أمل أنه كان الأمة أحنا ما طلبنا من حد لا يحرك جيوش ولا يبعث سلاح ولا غيره ولا رجال الحمد لله عندنا السلاح وعند الرجال لكن أن الأمة كلها تفشل في إدخال الماء والدواء والغذاء الحقيقة شيء يعني مؤلم لكن مع ذلك نحن نؤمن بأن الأمة جرى عليها في خلال العقود الماضية كثير من الظلم والقهر والإشغال بمعارف ثانوية مما قد يفسر هذه الحالة من لكن جاء الطفان الأقصى لتحيي الكثير في الأمة من الأمل والاستعداد وهذا ما لمسناه في تحركنا في مورتانيا وفي الجزائر وفي غيرها من الدولة لذلك نأمل أن أمتنا ستستيقض قريبا وسيكون لها جولة مع الظلم عموما ولن تقبل باستمرار هذا الحال لأنه مواقع شيء مؤلم لأي إنسان حر أنا قلت في ثانية حديثة بأنه سنكون كمقاومة أمام تحدي كبير جدا بعد انتهاء المعركة يعني من فاته سهم المعركة هناك أسهم يمكن أن تكون هل عندكم تصور واضح في هذه المرحلة؟ طبعا إحنا قمنا بإجراء تقديرات أنه في اليوم الأول للمعركة الانتهاء المعركة إحنا بحاجة مش أقل من مليار دولار لتوزع على الناس حتى يستطيعوا الناس خرجت من بيوتها لا تحمل شيئا يعني حتى اليامها كان الدين يصيف عندهم مش ملابس للشتاء لأنه ما كنا نتوقع أنه تمتد إلى هذا الوقت يعني فبتتكلم عن ناس إغاثة أنه يجد له مأوى ملبس مأكل مشرب التقديرات الأولية تقول أنه نحن بحاجة إلى خمسين مليار دولار لعادة بناء غزة طبعا نتكلم عن بناء بيوت ومدارس ومستشفات وجماعات وبني التحتي والأخير الشيء الثالث بنتكلم عن مش أقل من عشرين تلاتين ألف خيمة أو عفوا بيت هذه البيوت المجهزة جائزة المتوقع ومش أقل من مئتي ألف خيمة لإيواء الناس بشكل مؤقت إلى حين أن يبدأ العمار بالتأكيد وهذه التي اشترطتم إدخالها ضمن الاتفاق ضمن الاتفاق لكن مع ذلك هناك لجان الآن في الحركة لجان طوارئ تعمل أثناء المعركة وهناك لجان لما بعد المعركة الإغاثة والإيواء وعادة الأمار وتضع برامج متكاملة يعني ملف للصحة ملف للتعليم ملف للإيواء ملف للبنية التحتية لأنه في النهاية كما قلت العدو سيحاول أن يحقق ما لم يحققه بالدبابة أو بالطائرة أن يحققه من خلال أنه يربف وجهك 2 مليون إنسان روح يتدبر فيهم ولذلك لا ستكون هناك عنوين كثيرة للعمل وإحنا بنقول بالفلسطين يعني الحمل لما بتوزع بإن شاء يعني لو جاءت دولة أو مجموعة أو جمعية أو شخص قال أنا بدي أبني مدرسة هذا بدي أبني مستشفى أو جزء من مستشفى هذا بدي يعيد بناء مسجد هذا بدي يعيد بناء لا ممكن وأبعتقد كمال فيه نقطة مهمة كثير من المال الذي سيأتي من الدول التي ستشارك في العمار غالبا مال مسيس وهذا المال المسيس عادة سيوضع في مناطق معينة بطرق محددة وستتحكم في هذه الدول لكن هناك مساحات كثيرة نحن بحاجة فيها للمال دون هذه الاشتراطات السياسية ولذلك أنا أتوقع أن هناك مساحة واسعة جدا للأمة لتشارك في إعادة بناء غزة وإيواء الناس وغث للناس وخاصة يعني يمكن أن قلت في ثناء الكلام أن هذه جولة في معركة طويلة لن تنتهي إلا في القدس وبالتالي بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات نحن سنكون أمام معرك جولة جديدة مع هذا العدو وبالتالي محتاجين أن نضمت جراح الناس أن نؤوي الناس أن نغيثهم حتى يستعدوا للجولة القادمة دكتور يشير المخرج أن ندفع لنا إلى دقائق محدودة هذه أول مرة تزورنا فيها منطقة غرب أفريقا أول مرة تزورنا فيها موريتانيا تلقيتم حتى الآن عددا من الأطراف السياسية ومجتمع المدني وبذلك عندكم برنامج حافل خلال السآت القادمة وملاحظاتكم ومشاعركم حولها يعني أنا كما قلت في بداية حديثي في الحقيقة أنها زيارة جاءت متأخرة وكان مفروض تأتي تكون أبكرنيك بكثير لكن هي جاءت في لحظة مهمة وفي ثنايا معركة مجيدة لمعركة الطفال الأقصى أول شيء يعني أنا كنت مثلا بالأمس في لقاء مع الكتل البرلمانية أو الفرق البرلمانية كما تسمونها يعني وجدت الناس من مكونات سياسية مختلفة مختلفين داخليا لكنهم عند فلسطين تجمع فلسطين كله مجمع يعني ما شعرت أنه فيه في الحديث بين أي واحد منهم والثاني أي خلاف حول الموقف السياسي حول الموقف الإنساني حول اعتزازهم وافتخارهم بهذه الانجازات للبطولة هذا النفس شفناه مع المكونات المجتمع المدني مع الإعلام مع الأفراد مع الناس بعض الناس يعني مجرد أن تتكلم له عن بعض الأحداث تجده يبكي ونسمع قصص عن هناك في أعماق الصحراء الناس تدعو وتصلي وتتهجد وتحاول أن تبيع يعني أبسط ممتلكاتها حتى تساهم في هذه المعركة لا الحقيقة زيارة مهمة طبعا على مستوى الموقف الرسمي طبعا نزورنا رئيس الجمعية الوطنية والأحزاب الرئيسية وإلى خيره يعني واضح أننا أمام مشهد منسجم ما بين الدولة المكونات السياسية الحزبية المشهد الإعلامي والمشهد الشعبي أن فلسطين هي قضية وطنية ومحل إجماع فالحقيقة الإنسان يشعر بالفخر بهذه الدولة العربية الشقيقة ويمكن الشيء الثاني كنت أقوله أنه يمكن الناس هذه المسافة الجغروفية بتبعيد تشعرهم وكأنهم بعيدين عن المعركة يعني مش يقراب من الحدث حتى يساهموا بشكل مباشر لا بس هنا مساحات أيضا مهمة جدا يعني مثلا إحنا تحدثنا مع الكثيرين أن المساحة الحديث والرواية الفلسطينية باللغة الفرنسية بالنسبة لنا ضعيف وإخواننا في موريتانيا ودول غرب أفريقيا أو كما يسمونها المساحة الفرنكفونية يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية بشكل كبير في حمل هذه الرواية رواية فلسطين والمقاومة والآخرين الشيء الثاني هم ممكن يكون الجسر لنا مع كثير من الشعوب في موريتانيا غرب أفريقيا دول الساحل حتى مع دول في أوروبا فرنسا بلجيكا إسبانيا أعتقد أنها مساحة مهمة ومهمة جدا لأنه كما قلت موضوع الرواية موضوع أساسي في رفع الغطاء الدولي عن هذا الكيان وكشف حقيقة هذا الكيان بينه كيان عنصري وفاشي النقطة الثانية هو أن موريتانيا يعني من خلال استقراءنا للمشهد تتمتع بعلاقات طيبة مع دول الجوار يعني يعني علاقاتها مفتوحة مع كل أطراف حتى الأطراف المتخاصمين هي تتمتع بعلاقات طيبة وبالتالي ممكن تكون أيضا موريتانيا عنوان لحراك أفريقي يعني لو اليوم في عنا دول زي جنوب أفريقيا دول زي الجزائر أو غير يعني هذه الدول ممكن تشكل حالة في داخل أفريقيا فيها 56 دولة يعني أكثر من ربع الكتلة التصويتية في الأمم المتحدة يعني أي قرار تريد أفريقيا أن تنجزه يمكن أن يمر أي قرار تريد أفريقيا أن تعطله ممكن تعطله وهناك مزاج عام في أفريقيا الآن بعد موقف جنوب أفريقيا فخور ومعتز طبعا بأن أفريقيا قدمت للقضية الآن ما لم يقدم غيرها في الكلمة الأخيرة أفق طفان الأقصى وهو يدخل الآن شهره الخامس من موقع القياد الفلسطيني في المقاومة كيف ترون هذا الأفق كيف ترسمونه أول شيء نحن نتوقع أنه خلال أيام سبوع سبعين أن نصل إلى وقف إطلاق النار ووقف الأدوان وتحقيق متطلباتنا لهذه الجولة بوقف الأدوان ورفع الحصار ودخل المساعدات والذهاب بصفقة تؤدي إلى إفراج عن أعداد كبيرة من قيادات شعبنا التي تعيش عشرات سنة الآن في السجون نتوقع أن العدو سيستمر في مخططاته خاصة في الضفة الغربية وبالتالي هذه ستكون جولة مهمة في صراعنا مع العدو يجب أن نبني عليها إنجازات استراتيجية كبيرة جدا سياسية وقانونية وميدانية وميدانية والأخير يجب أن نبني عليها تحضيرا للجولة القادمة ثلاثة نحن نتوقع أن تكون لها تدعية أيضا على الشأن الفلسطيني الداخلي بمعنى قناعات الناس بفكرة المقاومة وقدرتها الإنجاز تعززت بشكل كبير وهذا بالتأكيد سينعكس على الموقف الفلسطيني الداخلي ظهر النفس المقاومة عندكم إن شاء الله عليه على حاله وإنتم مستعدين لجولات جديدة أحد المراكز الدراسات التي أنجزت استطلاع رأي مدعوم من دول أوروبية بعد أن ظهرت النتائج هذه الدول طلبت يعني إخفاء أن يحجب أن يحجب أن يحجب الحركة حماس بشكل مباشر أيضا السهمة زادت ولذلك حتى هذا قد يناكس على رغبتهم في أن يمشوا أن يسيروا في مسيرة الانتخابات والمسيرة الديمقراطية لن نعرف أنه في النهاية لن يكون أمامهم إلا هذا الخيار السهمها هنا أيضا ساعدة ومستمرة ورغبتنا في أن نستمر في هذا الحديث قائمة لكن الوقت وصل إلى نهايته نجدد شكرا لكم الله يكم إلى معين القادم إن شاء الله ومؤيني نكون في القدس محررة غزة شامخة أبيك دائما شكر أيضا للطاقم الذي أسرغ على إنجاز هذه الحلقة ولكم مشاهدين الكرام شكر جزيل يتجدد إلى معين القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة